رد فعل المتابعين الفالوورز اللي عندك رد فعلهم بيكون ايه؟ بتلاقي الناس فعلة متجاوبة وعايزة تجي تشوف الحاجات اللي انت شفتها وتجرب التجارب اللي انت قمت بيها ولا بيكون ايه ردود الفعل عادة؟ تشجيع بشكل غير عادي غير عادي أنا كنت لما أتعب في الرحلة بداية يعني رحلة موسى وهذا كنت قدش مثلا أشوف أخذ باور أخذ باور شوف عمل كان فيو فا لا على فكرة انا مش ها والله انا ما نزلت الفيديو يعني انا قلت الرحلة انا كنت شخصة نزلت الفيديوهات بعد ما خلصت الرحلة كامل طبعا وانا كنت قاعدة صور كنت بتاخد باور من ايه؟ كنت قاعدة من الفيديوهات الثانية من كلامهم معي يعني عارفين ان انا موجود في سانت كاترين أصلا اه مجرد ان انت اعلنت ان انت في سانت كاترين اه بس يعني انا عارف انا عارف ومتأكد ان فيه ناس كثيرة جدا تريد تشوف الاشياء هذه وعلى فكرة والله فيه ناس كثيرة جدا ما تعرف هالمعلومات انا كان يعني فيه ناس سألتني قالتلي انت فين وناس مصريين يعني ما بالك الناس من جناسي ثانية فيه ناس كثيرة جدا قالوا ان احنا لازم نسوي الرحلة هذه انت شوقتنا ان احنا وهذا اوه كان هدفي الاساسي انا مو هدفي الفيوز مو هدفي الاشياء هذه انا كنت ابي اوصل رسالة والحمد لله يعني لما اقعد اليوم مثلا الاقي الفيديو مثلا في يومين يعني طايف الخمسة مليون مبسوط مو عشان الخمسة مليون مبسوط ان الحمد لله رسالة قدرت توصل وقت نظر قدرت توصل رسالة لو شوف يا جماعة المكان هذا انتوا شايفين المكان تعالوا بنفسكم سووا الرحلة الفضيعة هذه عظيمة عايزة زور ايه تاني في مصر مصر ما يتزهقش منها يعني مصر فيها واحد اشياء يعني بالشتة مثلا كل الاشياء الاثرية هذه كلها والحضارات والامور هذه كلها موجودة في كل مكان في الصيف موضوع تاني خالص فمثل ما تقول يعني ممكن الصيف او الشتة يخلص عليك وانت للحين اصلا ما خلصت فاهم يعني انت بتكلم عن مكان قديم جدا ومرت عليه ازمنة كثيرة جدا ومرت عليه اديان كثيرة جدا فتخلص ما يخلص يعني فان شاء الله يعني ما رح نوقف لاني انا نفسي يعني اعشق انا قاعد اسوي شيء اعشق مو قاعد اسوي شيء لهدف لتارجت ثاني لا انا اعشق اللي انا قاعد اسويه موسيقى